بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مع رسالة جديدة من نساء النور نحن نتناول حقيقة الموت لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في المكتوب العشرين في كتاب المكتوبات أستاذ يشرح هذا الدعاء نتوقف عند كلمة الخام السابعة يميت كيف يشرح ما معنى يميت ما هي الإحاءات ما هي حقيقة الموت لماذا نخاف من الموت يعني معرفة الموت بهذه الحقيقة يعني سينقل إيماننا سينقل أن تعاملنا مع الموت يتغير في سلوهنا اليوم رغم مرارته طبعا كلمة السابعة ويميت يقول أي إنه هو الذي يهب الموت يقول يهب الموت هل الموت موهبة؟ أي هو الذي يهب الموت أي هو الذي يسرحك من وظيفة الحياة ويبدل مكانك في الدنيا الفانية وينقذك من عبء الخدمة ويحررك من مسؤولية الوظيفة أي يأخذك من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية وهكذا فهذه الكلمة يميت فهذه الكلمة تصرخ في أذن الإنس والجن الفانيين وتقول بشراكم الموت ليس إعداما ولا عبثا ولا سدا ولا انقراضا ولا انطفاءا ولا فراقا أبديا كلا فالموت ليس عدما ولا مصادفة ولا انعداما ذاتيا بلا فاعل بل هو تسريح من لد فعال حكيم رحيم وتبديل مكان وتغيير مقام وسوق نحو السعادة الخالدة حيث الوطن الأصلي أي هو باب وصال لعالم البرزخ عالم يجمع تسعا وتسعين بالمائة من الأحباب صحيح أن الفراق صعب أن الموت صعب خصوصا عندما يفقد الإنسان حبيب له أب أم إلى غير ذلك ولكن حقيقة الموت ما هي حقيقة الموت أنها تسريح يعني كأننا موجودين مثلا عند الموجودين في الثكنة العسكرية أو أثناء الخدمة العسكرية يعني يكونوا يقوموا بأشغال كثيرة كذا إلى غير ذلك ولهذا مدتها محدودة عندما يأتي وقت التسريح حقيقة أن هذا الذي سرح سيفقد أصدقائه يحزنون عليه ولكن هو سيذهب إلى مجال آخر أوسع أو نضرب مثال مثلا بالذي يكون في السجن يتكون عنده علاقات طبعا مع الأحبة مع زملائه في السجن يعني ويحبهم ويحبونه وكذا عندما يأتي تاريخ تسريحه في الحقيقة الذي يحبونه حبا حقيقيين يفرحون له وليحزنون يقول هذا خلاص ذهب يعني إلى السعة ولهذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لأن بالنسبة ما سيجده المؤمن في الآخرة الدنيا سجن والذي سماها الأستاذ تسريح من الخدمة تسريح من الخدمة حقيقة الموت هي في الحقيقة باب وصال يعني حتى كل واحد فينا يتخيل ما يعرفه من أهل وأصدقاء وأحباء وأجداد وعلماء اللي رهم في الموت أكثر ولي رهم في الحياة أكثر اللي رهم في الموت أكثر وبالتالي عندما تتاح الفرصة لإنسان باش يروح يطلع الأحبة هذا في الحقيقة مزية ولهذا الموت لا تخيف وأعطيه نكتة من الواقع من الإسقاطات الواقع كنا نقرأ هذه الرسائل مع الأبناء وكان ابني أنا في عمره ممكن خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات هكذا في هذه الحدود فتوفت الوالدة رحمة الله عليها والوالدة كانت عندها يعني قيمة كبيرة في العائلة تركت أكثر من مئة حفيد يوم موفاتها وطبعا أخواتي إخواني يبكوون هكذا وابني كان جالس عندهم ويمسح دموعهم ويقولهم لا تبكوا فإن أمي سرحت من الخدمة أنا في الحقيقة عندما رأيت هذا السلوك من هالطفل الصغير الذي ترهبه وترعبه الموت أن هذا حقيقة مترشح من سيدلية القرآن الكريم لكي نفهم حقيقة الموت ولكي نتعامل معها بما يجب فهذه الرسالة يعني من إسقاطاتها من فوائدها أنها مواساة لأهل الميت أهل الميت عندما يعرفون هذه الحقائق هي أكبر مواساة لهم ولهذا أنا في التعازي عندما يموت بعض الأصدقاء لا يموت لهم أحبابهم عزائلهم أن نرسلهم هذه المقاطع لأنها بالفعل تهدئ من روعهم وتواسيهم في مصابهم وفي مفقودهم وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل من فقد عزيزا عليه في هذه الأيام أو قبلها بأن يعرف أن هذا الحبيب قد سرح بالخدمة وأنه سيلقى من الأحباب والأصدقاء أكثر مما ترك فلا تحزن عليه أيضا من حقائقها أو من إسقاطاتها تحفيز المؤمن على الإعداد لما بعد الموت طبعا هي تسريح من الخدمة لمن؟ ليس للكافر وليس للذي ترك الصلاة وكذا لا الظالم لا تسريح بالنسبة للذي كان يشتهد ويكيد ويصلي ولا يطلم ويشتهد في معرفة الله سبحانه عز وجل ويتعلم العلوم من أجل معرفة الله سبحانه عز وجل كل هذا إذا كانت الموت بهذا الشكل فالحقيقة تحفزنا على العمل في الحياة الدنيا بما يرضي الله سبحانه عز وجل ورسوله وإلى رسالة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة